السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأصدقاء الكرام اليوم مع درس جديد ننتهي إن شاء الله من حرف الباء وننتقل بعده لحرف الجيم بخطر لاحظوا الآن الباء مع السين يمكن أن تكتب بأسنان ويمكن أن تكتب بلا أسنان يعني أنت بالخيار الآن حالات الباء مع بقية الحروف ثم ننتقل بعد إن شاء الله لحالات الجيم مع بقية الحروف وبعض ارتباطات الحروف بعد ما ننتهي إن شاء الله من هذه السلسلة يعني أن ننتهي من الحروف جميعا مع ارتباطاتها مع بعضها البعض والكلمات ننتقل إن شاء الله إلى كتابة الجمل فلا تستعجلوا في التدريب بالنسبة للإخوة اللي سألوا أنه لحظوا كيف الآن مع السطر الواو والياء بالنسبة للإخوة اللي سألوا أنه الفيديوهات أتمنى للإخوة المشتركين تفعيل زر الجرس لأن إذا اشتركت دون تفعيل زر الجرس ما رح يصلك كل فيديو جديد فحتى يعني لضمان وصول الفيديو الجديد أتمنى تفعيل زر الجرس لحظوا الآن أنتهينا من حرف البع Bhag 놓 crazy لحظوا الجيم مع الحرف الصعد تكتب بطريقة غير لحظوا الآن في الق fast الفيديو الجيم مع الدال الغياد أو الحق مع الدال وكيف كانت الحق مع الجيم الآن لحظوا مع الراء كيف إلا لأكما تركتب، الغياد لا تكتب gloves والطريقة لما تكتب حرف صعد تختلف مع حرف نازل شايفين كيف لما بيكون مع الحق حرف صاعد أو نصعد نحن إلى الأعلى نعم فخط الرقعة خط سهل ممكن يتضربوا على الأولاد ممكن يتضربوا الآن ينصار فيها ميلان شديد لاحظوا الآن كيف بهذه الطريقة بنكتبها مع الحرف لاحظوا كيف مع الميم كيف نكتبها لأنه الحرف الهابط أو النازل مع الهابط وممكن تكتبوا لها صاعدة للأعلى يعني مثل ما رح تشوفوه رح نكتبها الآن مع اللام لاحظوا الحرف الصاعد خط جميل وهادئ وممكن أن يتضربوا عليه الأولاد أو حتى الكبار يعني الإخوة المعلمين اللي سألوا أنا كنت ناوي أنه نسجل فيديوهات نكتب على الويت بورد اللوحة إن شاء الله نخصص فيديوهات لاحقا بإذن الله الآن الحق مثل كلمة حسن ممكن نكتب السين بأسنان وبلا أسنان مثل ما مر معنا مع الكاف فكتير من الأخوة والأخوات بيستعجدوا بأنه لازم نكتب جمل نكتب جمل لا شوفوا أول شيء كيف يكون حالات الحرف مع الحرف النازل والحرف الصاعد وبعد أن أنت إن شاء الله من الحروف وتركيباتها واتصالاتها ننتقل إلى الكلمات والجمل لاحظوا الآن مع الهاء في حالتين فإذن أتمنى تفعيل زر الجرس حتى تصلكم الإشعارات إن شاء الله الآن نكون يعني انتهينا بهذا الفيديو من حرف الجيم والحاء والخاء والخاء بحالاته مع جميع الحروف رح أكتب إن شاء الله جملة في نهاية الفيديو جملة بسيطة ممكن تتدربوا عليها إن شاء الله وبعد ذلك ننتقل إن شاء الله للحروف الباقية حتى ننتهي من هذه السلسلة إن شاء الله ونكون يعني تحسنت خطوطنا وأتمنى من اللي عبيتابع الفيديوهات وعبيشتغل لتحسين خطه الإيميل موجود عنكن إيميلي موجود بإمكانكم تبعتولي صور يعني إذا ما سجلتوا فيديو صور لكيف كان خطكن قبل ما تبدو بالتدريب وكيف صار خطكن بعد ما اتدربتوا حتى أعرض أنا هاي الصور بالفيديوهات على القناة وبتشوفوها إن شاء الله وهذا بيكون تشجيع للآخرين الآن العبارة هي الأدب خير من الذهب نحاول نكتب عبارة بسيطة من الأحرف اللي درسناها ويعني واشتغلنا عليها بالفيديوهات السابقة إن شاء الله حتى تكون يعني جملة بسيطة ومتدربين نحن على حروفها ننتقل بعد إن شاء الله بعد ما ننتهي من الفيديوهات لكتابة جمال كتابة أدعية كتابة أبيات من الشعر أحاديث آيات يعني أو غير ذلك القلم إن شاء الله اللي أكتب فيه الخط هاد رح تشوفه بنهاية الفيديو وتابعوا الفيديو للأخير بتشوفوا اسم القلم إذا ما كنتم مشتركين اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس رمضان كنوا مبارك تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله